اللهم لا سهلا إلى ما جعلته سهلة اللهم ما جعل الحزنة سهلة زيكم طلبة طلبات الصف الأول السنوي قلنا النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض الجزء التاني من درس الكربوهايدرات وزي نهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض آخر نقطتين الأهمية والكشف طيب أهمية الكربوهايدرات عندنا إيه لما ناخد أكل فيه كربوهايدرات زي ما قلنا المرة اللي فاتت الأكل اللي فيه كربوهايدرات متجمعين في كلمة أنس ألياف نشويات سكريات طيب إيه الأهمية بتاعت الكربوهايدرات للكائن الحي أول حاجة هنقول إن السكريات الأحادية اللي عندنا اللي هو الجولوكوز يقصو بيه الجولوكوز ليه دور مهم جدا في عملية إنتاج الطاقة داخل خلايا الكائن الحي طيب نحاول نشرحها مع بعض وهتفهموها من الرسمة إحنا عندنا هنا الخلية الخلية فيها إيه؟ فيها عضيات من ضمن العضيات دي عضي اسمه ميتوكوندريا الميتوكوندريا بيحصل إيه جواه؟ جوا الميتوكوندريا نفسه يعني دي الميتوكوندريا الكبيرة هوا أماشرحوا كده بشكل كبير عندنا خلاص؟ أول ما بيدخل الجولوكوز في الميتوكوندريا ده الجولوكوز بيحصل له عملية إيه؟ عملية أكسادة لما بيحصل له جولوكوز عملية أكسادة بيخرج منه طاقة تمام؟ الطاقة دي بتتحمل على إيه؟ الروابط بتاعت الجولوكوز لما حصل لها أكسادة بيخرج منه طاقة الطاقة دي بتنطلق وتتحمل في حاجة اسمها الـ ATB حاجة اسمها إيه؟ الـ ATB ATB الـ ATB اسمه أدينوسين سلاسي الفوسفات الـ ATB ده يقول أنا هشيل الطاقة دي وأخزنها عندي خلاص؟ يبقى هنا أدي الـ ATB أهو شايل مين؟ شايل الطاقة الطاقة اللي كانت جاية مين؟ منين؟ من الجولوكوز اللي حصل له أكسادة يبقى الجولوكوز حصل له أكسادة فالروابط بتاعته بتاعت تخرج طاقة الطاقة دي مين اللي شالها؟ الـ ATB قال بس أنا هاخد هنا الطاقة دي بقى وأنا بعد كده اللي هوزع على بقية الخلية الحاجات اللي هي عاوزها بالظبط الـ ATB ده هيروح مدي بقى للنواة الطاقة بتاعتها لسيتبلازمة الطاقة بتاعتها هيروح موزع عليهم الطاقة لبقية الأماكن اللي موجودة في الخلية عشان تستخدم الطاقة وتقوم بالعمليات الحيوية اللازمة لكان الحي تاني يبقى احنا عندنا الجولوكوز جوه الميتوكندرية حصل له إيه؟ حصل له عملية أكسادة فلما حصل له عملية أكسادة دي أنا إيه؟ دي أنا طاقة الطاقة دي تحملت على مين؟ تحملت على الـ ATB الـ ATB عمل إيه؟ راح مطلع طاقة راح مطلع طاقة تمام كده؟ يبقى الجولوكوز طلع طاقة الطاقة راحت على الـ ATB الـ ATB بتاعت يوزع الطاقة طيب تاني أهمية يبقى احنا قلنا أول حاجة بينطق طاقة تاني حاجة مصدر سريع للطاقة وأساسي يبقى لما يجي يقول لنا المصدر السريع للطاقة هو مين؟ الجولوكوز مش انت لما بتبقى مثلا انت عايز ايه؟ عايز طاقة كده وبور او حس انك دايخ او حس ان عندك هبوط يقول لك على طول ادي له ايه؟ ادي له شوية عنب ادي له ماء بسكر اي حاجة مسكرة ليه؟ علشان هو مصدر سريع للطاقة هو أول ما بتاخده على طول الطاقة بتشتغل خلاص يبقى مصدر سريع وأساسي للطاقة عندنا الـ 1 جرام كاربوهايدرات بيدينا قد ايه طاقة؟ بيدينا 4 طاقة كالوري يبقى 1 جرام كاربوهايدرات بيدينا 4 طاقة كالوري طيب عندنا بقى الأهمية رقم 3 ان هي الكاربوهايدرات دي بتخزن في النبات على هيئة نشا يعني ايه؟ يعني انت عندك دلوقتي زيادة من الجولوكوز انت عندكم جولوكوز اهو؟ احنا استهلكناك طاقة بيبقى في زيادة الزيادة منه دي هنعمل فيها ايه؟ بيتخزن في النبات على هيئة نشا وفي الانسان والحيوان بيتخزن على هيئة جلايكوجين يبقى الزيادة من الجولوكوز لما بيدخل جسم الانسان زيادة الزيادة منه ده بيتخزن على هيئة جلايكوجين في الكبد والعضلات خلاص؟ يبقى الانسان لما بيعمل مجود او بيحرك العضلات بتاعته كتير بيبتدي بقى انه يستهلك ايه؟ يستهلك الجولوكوز اللي موجود الجلايكوجين بقى اللي موجود في الكبد والعضلات تمام؟ طيب بعد كده عندنا اخر اهمية في عندنا فاكرين السليلوز اللي احنا قلنا انه هو من السكريات المعقدة علياف السليلوز داي بتدخل فيه تركيب جدار الخلية النباتية يبقى الخلية النباتية الجدار بتاعها اول حاجة نعرف انه بيدخل فيها السليلوز عشان كده بيبقى اسمه الكربوهيدرات التركيبية يبقى الكربوهيدرات التركيبية هي السليلوز ألياف السليلوز اخر حاجة عندنا الكاشف لما يجيب لك مجموعة من العينات ويقولك اكشفلي على العينات دي اذا كان فيها سكريات احدية اذا كان فيها نشا اذا كان فيها كذا 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 طيب احنا عندنا اتنين كاشف بنستخدمهم في الكربوهيدرات كاشف بيكشف عن السكريات الاحدية وكاشف تاني بيكشف عن النشا يبقى واحد بيكشف عن السكريات الاحدية واحد بيكشف عن النشا كسكريات معقدة الكاشف اللي بيكشف عن السكريات الاحدية اسمه بندكت بندكت بيبقى لونه ازرق ويتحول ليه البرتقاني يبقى بندكت لونه بيبقى أزرق ويتحول للبرتقاني في وجود السكريات الأحدية وعشان أكشف على العينة اللي عندي لازم أحطها في محلول مائي واسبها خمس دقايق وبعد كده أطفل الموكد اللي عندنا عشان أقدر أحكم بالضبط بندكت إذا كان أتحول من الأزرق للبرتقاني ولا لا دم البندكت بنستخدمه في إن احنا بنكشف عن السكر في البول والدم يبقى لما يجيب لنا عين الدم أو عين البول وعايزين نكشف عن السكر نستخدم مين؟ نستخدم بندكت طيب بالنسبة للنشا بنكشف عنه بحاجة اسمها محلول اليود محلول اليود بيبقى لونه برتقاني وبيتحول للأزرق الداكن وكلما زادت درجة الأزرق أن هي تبقى داكن كلما كان نسبة النشا في العينة اللي عندي دي زيادة تمام؟ طيب الأكل اللي بيكون فيه النشا زي الماكارونا والأمح الخبز الرز البطاطس يجيب لنا في الاختياري مجموعة من الأطعمة ويقول لنا عبارة عن إيه؟ الأكل اللي فيه نشا بيبقى ماكارونا أمح خبز والعيش والرز والبطاطس أو قاب يجيب لنا أكلات تانية زي العنب العنب دا إيه؟ اللي سألين انه هو سكر العنب سكر أحادي جولوكوز اللبن سكر سنائي اللاكتوز الشعير سكر سنائي الملتوز وبكده نكون خلصنا شرح أول درس عندنا اللي هو الكربوهيدرود تمام؟ ان شاء الله هنحل مع بعض دلوقتي الأسئلة اللي موجودة في كتاب الامتحان وراء الدرس على طول هنحل صفحة 18 في كتاب الامتحان اختبر نفسك مدينا شكل بياني ويقول اختر الإجابة الصحيحة الشكل البياني المقاول يوضح عدد زرورة الكربون والهيدروجين والأكسوجين في مجموعة متنوعة من السكريات ادرسه ثم أجب السؤال الأول بيسألنا بيقول نسبة زرورة الكربون والأكسوجين والهيدروجين في السكر سين على الترتيب نركز على الترتيب نشوف كده سين سين أصلا الرمز بتاعه يبقى C4 H8O4 عايز يبقى ده سكر أحادي يبقى نسبة الكربون للأكسوجين للهيدروجين واحد واحد اتنين يبقى نختار الإجابة رقم ده أي من ما يلي يعتبر سكر سنائي سكر سنائي اللي هو عين ليه؟ الرمز بتاعه C12 H22 و11 تمام؟ يبقى جيم السكر الذي يدخل فيه تركيب أحد الأحماض النووية في الخلية الحية هو الريبوز كان سكر خماسي يبقى C5 H10O5 يبقى هيبقى صاد اللي هي الإجابة رقم به السكر اللي بيدخل في التي تستخدمه الخلية في عملية إنتاج الطاقة داخل الميتوكوندريا هو سكر الجلوكوز يبقى C6 H12O6 وده هيبقى رمزولام يبقى الإجابة رقم دال تمام؟ السكر الذي يتواجد ضمن مكونات حليب الأم هو إيه؟ اللاكتوز اللاكتوز رمزه إيه؟ اللاكتوز عندنا هنا هيبقى عين السكر السنائي يبقى الإجابة رقم به طيب سؤال مقال بيقول يعتبر سكر العنب أحد مصادر الحصول على الطاقة الإنسان فسر هذه العبارة طيب هنقوله سكر العنب ده عبارة عن سكر أحادي جلوكوز وده ليه دور في عملية إنتاج الطاقة داخل خلايا الكائن الحي هنقوله بقى عند أكسات الجلوكوز داخل الميتوكندرية تنطلق الطاقة المخزنة في الروابط لتخزن في الـ ATB تنطلق الـ ATB إلى أماكن أخرى في الخلايا لاستخدام الطاقة فيها تمام طيب عندنا صفحة 19 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة التسلسل الطبيعي لإنتاج الطاقة داخل خلايا نبات الزرة هو طيب عشان نتفق إنتاج الطاقة يبقى أهم حاجة أنه عندنا أن الجلوكوز حصلت له أكسادة دانا طاقة اتحملت على الـ ATB دانا طاقة نقرأ مع بعض الاختيارات ATB دانا جلوكوز أيوا لما بنيكنا نستهلك النشا المتخزن في النبات بتحول لجلوكوز الجلوكوز الدانا ATB أيوا الجلوكوز طاعة طاقة اتحملت علي الـ ATB طيب الاختيار الرقم دال بيقول إن الجلوكوز الدانا نشا الدانا ATP لأن النشا ما بيديش ATP يبقى الإجابة GEM جلوكوز نشا جلوكوز ATP طيب رقم اتنين بيقول أن النشا من السكريات العديدة ويستخدم فيه تحليت المشروبات لعبارة صحيحة ولا خطوة النشا من السكريات العديدة دي إجابة صح أيوة لكن يستخدم في تحليت المشروبات غلط لأنه لا يزوف الماء ولا يسالها طعم حلو يبقى العبارة الأولى صحيحة والعبارة التانية خطأ هدنا نختار رقم GEM طيب جميع ميالي يعطي مونيمرات متمثلة عند تحلل مائيا ما عادة مونيمرات متمثلة يعني شبه بعض إحنا عندنا الجليكوجين والنشا بيديونا مونيمرات الجلوكوز الملتوس بيدينا جلوكوز وجلوكوز يبقى عندنا الإجابة رقم ألف اللي هي السكروز طيب هناخد صفحة عشرين اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجبات المعطاة تعتبر السكريات من أهم مصادر الطاقة للكائن الحي بسبب نقرأ الاختيارات احتوقها على طاقة أعلى من مواد غيرها سهولة تخزينها سرعة الحصول على الطاقة منها ولا قدرة الخلايا على إنتاجها لا طبعا هي سرعة الحصول على الطاقة منها الإجابة GEM من الكربوهيدرات التركيبية في خلايا بعض الكائنات الحية احنا اتفقنا من الكربوهيدرات التركيبية هي السيليلوز يبقى الإجابة ديل سيليلوز طيب سؤال مقال بيقول تحتوي خلايا الكبد الإنسان على كربوهيدرات ماذا صحة العبارة مع التفسير إجابة صحيحة العبارة دي صحيحة ليه؟ لأن احنا قيلين أن الحيوان والإنسان بيخزن الكربوهيدرات في سورة جليكوجين في خلايا الكبد والعضلات والجليكوجين طبعا هو من السكريات المعقدة اللي هي تعتبر من نوع من أنواع الكربوهيدرات أتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس بتاع النهاردة واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا